ما تزال قضية لاعب نادي برشلونة الاسباني لامين يامال تسيل مداد الصحافة الاسبانية والعالمية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فبعدما نشرت صحيفة اس الاسبانية الذائعة الصيت خبر مفاده محاولة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اغراء اللاعب لامين يامال ماديا من اجل العدول عن قراره بتمثيل اسبانيا رد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برد قوي على وسائل الاعلام الاسبانية حيث اكد انه على عكس ما تتداوله الصحافة الاسبانية او العالمية من اخبار اقل ما توصف به انها اخبار ارديئة ولا اساس لها من الصحة وتابع فوزي لقجع بالقول اتحدى اي لاعب مغربي ان يؤكد اننا مارسنا عليه ضغوطات او مساومات بشكل او باخر انا اعكس الاية واقول ان اللاعب هو من يتشرف بحمل القميص الوطني المغربي وكان اللاعب لامين يامال قد خلق الجدل بداية هذا الموسم بعدما ظل مترددا في اختيار الوان المنتخب الذي سيدافع عنه في الاستحقاقات الرياضية القادمة خصوصا نهائيات كأس العالم لسنة الفين وستة وعشرون التي ستقام بالولايات المتحدة الامريكية الموهبة لامين يامال صاحب ستة عشرة ربيعا من اب مغربين وام غنية ولد وترعرع في اسبانيا مما جعله امام ثلاثة اختيارات ابرزها اللعب للمنتخب المغربي او المنتخب الاسباني حيث حسم في اختياره باللعب للمنتخب الاسباني حيث تقبلت الجماهير المغربية قرار اللاعب بصدر رحب لكن الجريدة الاسبانية الرياضية الذائعة الصيت اس اعادت قضية لامين يامال للواجهة بعدما نشرت خبرا مفاده ان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما تزال تحاول اغراء اللاعب ماديا من اجل العدول عن قراره باختيار منتخب اللاروخة واللعب لأسود الاطلس جريدة اس قدمت مجموعة من المعطيات حول جهود جامعة الكرة المغربية للظفر بخدمات اللاعب مجددا وهو ما دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اصدار بيان توضيحي فندت فيه ما جاء على صفحات اس الاسبانية واكدت احترامها لقرار اللاعب حيث اوضحت ان كل ما يتم تداوله حاليا مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة واكد فوزي لقجع ان المنتخب المغربي هو من اخرج المنتخب الاسباني من نهائيات كأس العالم وليس العكس واللعب للمنتخب المغربي شرف كبير لكل لاعب واضاف انه لم يسبق للاعب اسمه ابراهيم ان لاعب لمنتخب اسبانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة